سبع من الأسئلة التي يجب سؤالها قبل التعرف على المدينة الموت في روسيا الجنوبية التجربة العجيبة والمخيفة التي لا ينون أبدا نسيانها أهلا أعزاء المشاهدين هيا بنا لنبدأ حلقتنا اليوم مع مدينة الموت في روسيا هل رأيت من قبل أكواخ مليئة بجثث الموت؟ تلك المدينة التي تم تصنيفها كأكثر مدن العالم رعبا في منتصف الليل يتم قرع الأجراس وتسير بها مشاعر ضوئية بين القبور وتختفي فجأة تبدو مثل بلدة عادية ذات منازل حجرية صغيرة ممتدة على طول التلال ولكنها في الواقع مدينة الموت في روسيا المباني عبارة عن أقبية مليئة بجثث الموت ويقال كذلك جثث المصابين بالطعون الذين عزلوا أنفسهم داخلها حتى لا يصيبوا الأخرين تحتوي تلك القرية على قرية مئة كوخ وخصص كل كوخ للأموات من أفراد العائلة الواحدة أيضا تم بناء صرديب وأنفاق أسفل كل كوخ بحيث تؤدى إلى حجرات دفن مخصصة للأموات كانت تلك المدينة مهجورة لسنوات طويلة وعندما تم اكتشاف هذة المدينة لأول مرة تعرض الأشخاص لصدمة كبيرة بعد أن اكتشفوا بأن قد تم دفن بعض الموت في قوارب خشبية داخل تلك الأكواخ رغم عدم وجود أي مجرى مائي بالإقرب من المكينة ورجح البعض ذلك أن تنوثقا للأساطير القديمة كانوا يظنون أن من يموت سوف ينتقل إلى العالم الأخرى لذلك صنعوا القوارب حتى يعبر بها الموت النهر المؤدى للعالم الأخرى أيضا يوجد منارة وسط تلك الأكواخ والبعض فصر سبب وجودها أنها بنيت خصيصا من أجل إرشاد الأموات لطريقهم نحو العالم الأخرى سكان المنطقة المحليون يتشاءمون ولا يحبون الاقتراب من هذا المكان واعتقدوا في الماضي أن من يجتاز حدود مدينة الموت لن يعود حيا أبدا أيضا يعتقدون أنهم عندما يقتربون من المكان سيزعجون أرواح الموت أو يصبوا بلعنتهم حقائق مريبة ومخيفة عن مدينة الموت يوجد في المدينة أجراس تقرع لوحدها بالمنارة الموجودة داخل المدينة ثلاث مرات في أيام محددة ويمكن للناس الذين يعيشون على مسافة ثلاث ساعات في القرى المجاورة سماع قرع الأجراس أيضا تخرج مشاعر ضوئية في الأيام ذاتها التي تقرع بها الأجراس وتسير تلك المشاعر الضوئية بين القبور وتختفي بعد ذلك فجأة مرعب صحيح إلى يومنا هذا لا أحد يعرف أي شيء عن سكان مدينة الموت ومعتقداتهم أو حتى نمط حياتهم يقول البعض عن المدينة لا تذهب إلى مدينة الموت لأن حياتك لن تعود كما كانت بعد دخولها نرجو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد والإعجاب بالفيديو ومشاركة مع الأصدقاء